انتشر فيديو خلال الساعات اللي فاتت على السوشال ميديا لشاب وبنته هم قاعدين مع بعض في الشارع وفي عيز النهار وبيعملوا أفعال غير أخلاقية والست اللي كانت بتصورهم بتقول أنا صورتهم عشان مفيش واحدة تتخذها في واحد بعد كده وانه لو بيحبها فعلا ما كانش عامل معا كده في الشارع وانها واسقة ان الودة لو عنده شقة كان خدها معا في الشقة للأسف يعني أنا بقى لنص ساعة وقفة باش ببص على الأنسة محترمة والأستاذ ده يعني قمة القزارة يعني أنا بوجه لها بس رسالة هو تفتكري انه بعد ما قاعدك كده في الشارع هيتجوزك ولو بيخاف عليك هيعمل مستحيل علشان يوصل لي بتأهلك وتجوزك مش يجيبك في الشارع ويعمل اللي هو بيعمله ده فيك بسه بيتلفت حوالي ازاي زي الحرام وانا متأكدة ان لو عنده شقة كان خدك فيها والحقيقة صار الفيديو ده غضب رواد معاقع التواصل الاجتماعي جدا وانقسم رأيهم لقسمين ففي اللي شايف ان الست اللي صورتهم هي اللي غلطانة لانها ما سطرتش عليهم وفضحتهم وفي اللي وقف في صف الست اللي صورتهم وشايفين ان معاها حق وان ما كانش ينفع انها تشوف موقف زي ده وتسكت والحد هنا كن الفيديو خلص الى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد